احدث طرق لسرقة السيارات ستفعيل الجرس ليصلك كل جديد منا إن شاء الله في كل عام يتواصل اللصوص لطرق جديدة لسرقة السيارات بحيث لا ينكشفوا ويمكنهم سرقة السيارات بمخاطر أقل ولا يتم القبض عليهم أثناء القيام بعمليات السرقة ولكن من الأمور المزعجة لأي سارق سيارات هو جهاز الانذار الذي يصدر الأصوات العالية والمزعجة والتي تجعل مالك السيارة والشرطة والجميع يعلموا أنها تتم سرقة السيارة ولذلك توصل اللصوص لأحد الطرق ليقاف جهاز الانذار قبل البدء بالسرقة وأطلقوا على هذه العملية التخدير الأمني بحيث ينام صاحب السيارة بعمان لأنه قام بتشغيل جهاز الانذار وفي أثناء ذلك يقوم اللصوص بسرقة السيارة وهو يقوم بمحاولة تشغيل جهاز الانذار عند تمرات دون سرقة السيارة والاختباء فيأتي صاحب السيارة ولا يحدث شيء ويفعل هذا أكثر من مرة حتى يظن أن جهاز الانذار به عطل ما ويقوم بيقافه وفي هذه الحالة يقوم بسرقة السيارة دون إزعاج من مالك السيارة أثناء القيادة إذا سمعت أصوات غريبة تصدر من خلف السيارة من الطبيعي أن تنزعج وتقوم بركن السيارة والخروج سريعا لترى ما يحدث دون أن توقف المحرك أو تغلق الباب وهذا القدع قام به الكثيرون من اللصوص فهم يخططوا لسرقة أحد السيارات ويحاولوا إيقاف السيارة بأي شكل مثل الوقوف أمام السيارة أو عمل شيء ملفت ويجعل صاحب السيارة يلتفت إليه ليقف وأثناء الوقوف يقوم بتركيب أحد الأربط على شكل ذيل للسيارة من العلب المعدنية وبمجرد تحرك السيارة تصدر أصوات مزعجة فيخرج صاحب السيارة سريعا ليرى ما يحدث تارك أن السيارة تعمل دون إغلاق الباب وهي فريسة جاهزة للصوص والانتلاق بالسيارة وسرقتها فورا سرقة شنتة السيدات في أحد الطرق التي يستخدمها اللصوص لسرقة السيارات ولكن هذه طريقة يتم استخدامها مع السيدات التي تقود بمفردها وتضع شنتتها الخاصة في كرسي المجاور فيقوم أحد الأشخاص في شرات المرور أثناء توقف السيارة بسرقة الشنطة الخاصة بها وإذا حاولت النزول ملاحقة السرق يكون هناك شخص آخر جائز لسرقة السيارة التي تركبها السيدة والتي تكون مسرعة بدون ملاحظة أنها تعمل ويمكن سرقتها خطة الزجاجة البلاستيكية رغم أن هذه الخطة الكثير الآن يعرف عنها ألا أن اللصوص لا زالوا يستخدمونها للسرقة فيقوم بوضع زجاجة بلاستيكية بين الإطار والعجلة وبمجرد التحرك تصدر السيارة صوت مزعج ويحاول صاحب السيارة توقف ليرى ما إذا كان داخل السيارة ولكن اللص يكون جاهزا للهجوم والركوب سريعا للسيارة والفرار بها وسرقتها ويشبهها بطريقة خاصة بالخداع الميكانيكي في الطرق الحديثة للسرقة يتم استخدام الأموال لسرقة السيارات فيقوم اللصو بوضع بعض العملات الورقية على زجاج السيارة الأمامي وأثناء القيادة يلاحظ صاحب السيارة الأموال فينزل سريعا لالتقاط الورقة المالية ذات الفئة الكبيرة والاستفادة منها قبل أن يفقدها بفعل الهواء ولكن اللص يكون على استعداد كامل في هذه النحظة للقفز على عجلة القيادة وسرقة السيارة عموما إذا حدث أي شيء غير اعتيادي معك أثناء قيادة السيارة لا تنزل من السيارة قبل أن تتأكد أنك ابطلت المحرك وأغلقت باب السيارة ربما تكون هذه أحد طرق السرقة التي يخطط لها أحد اللصوص ليخذي سيارتك إذا عجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط الزر الإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا شكرا للمتابعة تريد أن ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا؟ نحن نساعدك على ذلك اضغط على إقونة الجرس ستكون على يقيننا كل الأصدقاء هنا ومن ثم ستحصل على الشعارات بالإصدارات الجديدة للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع شكرا للمشاهدة